بسم الله صلاة السلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مساء الخير ومساء الورد كيفكم إن شاء الله كلكم طيبين وكلكم بخير وعافية كيف عاملين خلاص دخلنا أسبوع جديد حنبدأ روتينات جديدة حنبدأ شغل جديد ربنا يبارك في الأيام إن شاء الله وعدتكم اليام الفاتحة إنه أنا زليكم فيديوهات وترتيب الدواليب وترتيب الملابس اليوم جيتكم عشان نحفتسكم هو شغل عادي روتين عادي روتين نظافة يعني مش نظافة هو روتين بتع ترتيب ما نظافة كمام روتينات النظافة حنبدأ إن شاء الله الأيام الجاية برضو ربنا يسهل الأيام أنا بدأت بالدواليب صحيح كده كان الفيديو ده يعني يومين أنا شغالة في الدواليب لأنه تقريبا رتبت كل دواليب البيت عملت تجريد للملابس شفت الملابس اللي خلاص ما قدرهم أو الملابس اللي هو خلاص يعني بقى قصير فيهم طلعت كده ملابس ناس يوسف و أول حاجة بدت بيده لابس إسماعيل و يوسف طلعت أعمل كده قسم الشغل على الأيام أو قسمي على الأوقات يعني إن كنت تكوني مثلا الوقت كده ستخلصي يعني شوية شوية أنا هسي عملت شنو أول شي بديت بيده لابس إسماعيل و يوسف خلصت طلعت الأشياء اللي ما حيزبط يعني معاهم تاني خطيتهم بجزو رتبتهم حتى بعدها مشيت لقسم البنات تمام و حتى بعدها لما حسيت إنه خلاص يعني خلصت دواليب الأولاد حسيت إنه خلاص جاني إرهاق كده وملل من طبيق الملابس وترتيبه اليوم الثاني مشيت رتبت دواليب الملايات والمفارج طلحت يعني كل الحاجة المهم ما نسبق الحوادث نتكلم هنا بدأت في الملابس اللي خلاص يعني حيستخدموها والما حيستخدموها خلاص خطيتهم بجنبه في كيس هنا عندنا نحنا الهلال الأحمار عندنا يعني زمان زمان الدنيا كان لسه بيخيره كنا بنرسل في السودان بنشحن في السودان هناك ناس السودان بتصرفوا بشوفوا الناس اللي على حوجة بتدوهم لكن يلا من مما وقف الشحن وكده اسمشنوا بقيت يعني اشوف ناس الهلال الأحمر وكده المهم ان شاء الله يمشي للناس اللي في حوجة بجد وان شاء الله ربنا يعني يرزق كل الناس يعني ما عارفة بس الحمد لله يعني الواحد لما يشوف الناس في المخيمات ويشوفوا الحال وكده يتمنى يعني لو بيقدر او لو في طريقة انه قدر اللي بيقدر عليه ويقدم ليهم ربنا يصلح الحال يا رب هنا بعد ما خلصت الهين الدواليب دي ما قعد اخدت لهم ملابس المرقة هنا بس بخدت لهم ملابس البيت لانه حركتهم كثيرة على الأطفال فبخدت لهم هناك بس ملابس البيت والسبت دي خدت للملابس الملابس الداخلية الله كرمكم وكمان العراريك عندهم عشق مع العراريك والجلاليب الاولاد بعدا عندي السبت دي جبتو هتخد فيه شنية دلال اعملوا الحركة دي وحترتاحوا جدا السبت دي انا بخد فيه كل الملابس الداخلية الفنايل الشراريب الحاجات دي كلها سواء كان حق البنات والاولاد يعني بخلي الجزء جديد اصلا ما اتلبس بخليهم في السبات في السبت دي اذا مثلا عندي طلع دبي او مثلا عندي مشاوير مهمة دي او الظبي برضو بقوم بكون خادت الملابس الداخلية والحاجات الجديدة دي في السبت عشان الاولاد ما يدبهدلوا كل الملابس لازم انت تكون حريصة في الحاجة دينك انت تكون اخاتل جزهم للاوقات يعني للايام يعني زي ما انتو شايفين بخلي لهم جزه في الدوالي باستخدموها وجزه لازم يكون في السبت دي وبرمي دواه شوي تمسك كده بربطوا في قمس برمي المسك دواه وخلاص يعني وابخر مرات ببخر السبت زي ما هو بكفله الريحة بتكون حلوة الملابس بتقعد معاك يعني ايام التخفيضات بشتري الاماكن الكويسة اللي هو اقميش واسم كويسة بشتري ايام التخفيضات بشتري لهم كده كمية هنا السبت دا ختيتيو حق نس نورة نوران وحتى الاولاد كده كل فيه شراريب فيه ملابس داخلية وفيه فنايل يعني اذا انا مثلا ماشا مشوار مثلا زي ماشية دبي بشيل من السبت دا حاجات مضيفة مرتبة وبخلي لهم الحاجات القديمة اصلا قاعد يستخدموها في البيت بشيل من السبت وبرجع السبت في مكان وحسنتي من الحركة دي مريحة يعني ليا زي سنتين يمكن انا بعمل الحركة دي زي ما كان كده 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 بخلي لهم جوا الدولاب وبتبشتن كده الشراريب كمان بشوية شوية بطلع عليهم لما انا حيس انه خلاص حتى بطلع عليهم من السبت هنا جيت لي ملابس المرقة حق اسمعيل ويوسف كنا خلصنا ملابس البيت ملابس البيت صراحة عشان دولاب دولاب صغير فانا عامله شنو اللي هو الدولاب الصغنوني ده خدت ليه ملابس البيت اسمعيل ويوسف والدرج الأخير بخدت فيه المصالي وكده ان شاء الله ناوية يعني ليه قدام ربا يسهل اشتري دولاب كبير يعني ياخد لهم كل حاجاتهم بدل ما اكون مسلا موقفة في الغرفة دولاب ومعاه اسم شنو ان شاء الله ربا يسهل في الخاطر يعني هنا زبطوا ليهم ملابس المرقة خلاص يعني سبحان الله في الترتيب الصعب ملابس الأولاد هنا كان رتبت للبنات البنات ما كان يحتاج لان انا معوداهم يرتبوا ملابسهم هو اصلا كان مطبق ملابس البنات فبس يعني رتبت لهم شوية وبخرت الدولاب باشاف واسمش في الندم عديت لهم شوية عضر كده والتاني الموضوع اليوم التاني مشيت وين مشيت افضع دولاب في البيت اللي هو دولاب الملايات عندي واحدة من البنات المتابعات في القناة قلت لي يا دلال شوف جرب الحركة دي مثلا كل ملايتين عندي مثلا من الملاية اتنين قلت لي جيب الملايتين ومعاهم كيس مخده الكيس التاني دخلي فيه الطقم الطقم كامل وبعدين يعني الحاجة دي قلت لي سهلة وحتلقي ان الدولاب منظم يا الله يبارك الله فيك جزاك الله ألف خير قلت ليكم حتى انا بستفيد منكم طبقت الحركة دي سبحان الله يا بنات الدولاب كان بيكون مدفوس مدفوس يعني انا بطبقه بخد فوق بعضه بطبقه 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 تكونوا خاتين مسك او اي حاجة تربطوا في قماش وتخليه جوه الدولاب عملت نفس الحركة اللي قلت ليها اذا انت حتابع الفيديو كتن الخير بارك الله فيك واكتبوا افكار تاني عشان انا زات استفيد منكم شوفوا بقعد كيف يعني هس الهنا في الملايات اللي هو شبه الكيس مخده والازرق برضو فيه الملايات اللي هو برضو طقمه وكمان نفس الحركة جيت عملت شنو اللي جيت روحي عندي اكياس بتاعت مساند كتيرة ما قاعد يستخدمون جزء منه خلاص طلعته والجزء الثاني عملت شنو زي شلت زي اربع قطع منه الاربع دول جيت فرست الاكياس بتاعت الكراسي عملت شنو كله كيس ختيت مسلا الرمادي براه جزء من الرمادي براه جزء من الالوان الرمادية زي ما انتو الشايطين ختيت فيه كيس والاخضر في كيس والاصفر مع الما بعرف شنو في كيس حسيت ان الدنيا مرتبة ولما اكون عاوزة اطلع اكياس المساند افرش حلقه انه مرتب حاعرف وين افتح بس الكيس واشوف وخلاص انتهى الموضوع ده كان ثاني يوم ان رتبت الدوالي بتاعت الملابس ورتبت السجادات المريح في السجادات الخفيفة ان كنت بتقدري تغسلي يعني تعطريه يعني انا مثلا بغسل السجادات اول غصلة بالصابون والغصل الثاني مع الصابون باخد فيه معطرة عشان الريح تكون حلوة ينشفوا كويس حتى بعدها برطب يقوم بدخلهم في الدواليب مش الدولاب بيكون ابتحد بيكون في رفوف كده مش رفوف ادراج براه الدرجين هناك هنا بس طبقت نفس حركته هو شنو الملايات حسيت انه مريح شديد وبيقلي في مكان كبير في الدولاب بارك الله فيكم يا بنات المهم الروتينات دي روتينات مريحة جدا بالنسبة لكي الروتينات دي بيخلي البيت منظم بيخلي الدواليب رائقة خاصة يعني انتي متأجلي شغلة الدواليب ترتب الملابس خاصة ما ترتب الملابس دي اصحب شي في البيت لكن سبحان الله يعني خصصي ليكي مثلا في الشهر مرتين انك انتي ترتبي الترتيبة اللي هو لازم يترتب مرات الملابس بتكون مغسلة لكن الأطفال يعني يكونوا اللبس وتانا ادخل وانتي ما عارف بيحتاج يعني بيحتاج نظام الله يعينا جميعا يا رب العالمين هنا برضو عند الادراج الصغيرة دي بخد فيه المفارش المفارش دي دايما بحب انه اطقم في الغرفة في غرفتنا نحن يعني غرفة نومنا بحب اطقمه مع الملايات وكده والدرجة الاخير هنا بخد استيجادات بالطريقة دي خلي بيتك دايما منظم ومرتب وين يا دلال ملاياتها الغرفة ملاياتها الغرفة زي ما انتو شفت بخدت جوه مع ملابسي في دولابي بعد ما خلصت من الملابس خلغس قررتها اتحنن الناس السألوني من طريقة الحنة بجيب الحنة العادية حنة الدامر زي ما وريتكم ومعاثو السراتية وشوية حنة انا قبلي ما اخش في المطبخ عجنت الحنة عجنت الحنة عشان يتخمر مش لونه اخضر لما يتخمر حيبقى لونه كده على بني على اسود بخليه يتخمر بخده في مكان دافي يعني اخد مني مثلا زي ساعة ونص خليت زي ساعة ونص ونويت على المطبخ قبل ما انوي قدت خلاص الاسبوع الجديد انا اصلا هاخد حنة اعمل لي طبختين وعشان يساعدني يعني في ما اطبخ يعني اليام جاء ما اطبخ مثلا الصباح بس اعمل زيادات حاجات بسيطة زي ما انتو شفتوا قررت اعمل ليهم رجلة انا جبت بصل وقلبته كويس بعدين زيت عليهم الدجاج ممفروض اعملوا بي لحم لكن ما كنت عندي لحم عملت بي دجاج وطماطم بس عشان بعدين الرجلة بياخد يعني بيمسك الحلة سريع البصل بتخليه تبل معاهو الطماطم واخر شي بتخدت الرجلة واخر شي بتخدت فيه العدس وتزيد عليه شوية ملح شوية مركة ماجي وصلصة بتخليه بس لازم 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 كل شوية تحركي واخر حاجة لما تحس انه قرر بيسبك بخدت عليه شوية اه توم وكزبرة تمام بخلي مسافة كده كل شوية بجي بقلبه هنا خلاص بدي يسبك الرجلة طبعا من الطبايخة الحلوة شديد انا قعد احبها شديد واولادي برضو بحب الرجلة عملت الرجلة وعملت كمان شنو حلة بتاع الدمعة قدتها خلاص بما انه اصلا اقطع بصل اقطع كمية واطبخ منه رجلة والجزء التاني اعمل دمعة اخدته مثلا الدمعة لما نجي اعمله انا ما قعد مسلا حاخدته في الدلاج عشان استخدمه يومين خلال الاسبوع دي عنا بكون عندي رجلة وعملت الدمعة الدمعة ممكن يوم اخدت في نصه اخدت يوم بامية مثلا ويوم اصلا دمعة سايبة قراسة او اي حاجة يعني فالشي ده مريحة اليوم اللي انت حتقطع بصل وطبخي اعملي حايتين عشان تلتاحي زين ما انتم شاكرين هنا الدمعة كمان خلاص كنقرب السبك اصلا خلاص زيت تماجي وصلصة زين ما قدت سريكم ما حضيفتهم اليوم اللي بخد فيه الخضار بزيد علي وتوم هنا اتسبك خلاص بعدين قسمتهم في الباغات وخلاص ان شاء الله يعني يفيدني بكرا وبعد قررت اعمل لهم سلطة اسود كالة عادة زي بيتي زي اي بيت سوداني يحبوا سلطة اسود ولازم اعملها بس بتعرفوا الطريقة اختصرت عليكم عشان ما تزعلهم من الوصفات المكررة المهم بعد ما خلصتها حسيت ان المطبخ لا لا يا دلال احنا داخلين على اسبوع جديد والموضوع كده ما ظريف احنا لازم نرتب حالنا ونرتب الدنيا سبحان الله لما تتعودي على الترتيب والنظام بتكوني خلاص ما قدرت تتحملي ما بتقدر تستحمل ان الدنيا تكون جايطة زي ما انتم شايفين طواليا دخلت على التلاجة والتلاجة كنت مطولة ما رتبته بس حسيتين التلاجة برضو عاوز نضافة سرعة 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 يا دلال نظفت التلاجة الحمد لله ما اخذ مني الزمن والبناء الساعدوني ورها فالله يا العافية برضو ساعدتني كتير 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 قسلت المفارش وقسلت الباغات وما بياخد منك زمن لما انت تبدأ تعملي الحاجة يعني انا كما كنت عندي اليوم في المطبخ الجريب حسيت انه خلاص الناس بالاسواق بدأ ينزل عفش رمضان فالرمضان الفاته انا ما اشتريت عفش خالص ورمضان القبله تقريبا ما اشتريت برضو لانه عندي كمية وعفشي هس برضو يعني كويس يعني ما اللي هو شنو الطمع والدرباجة ما بحب انه الحاجة موجودة امشي اشتري لكن السنتين ما اشتريت يعني سنتين ما اشتريت عاجات عدة رمضان فبس قررت بعد ما انظف التلاجة قلت انت خلاص اطلع العفش حتى لو لسه انت بتحبي وقلت عادي ما مشكلة اطلعوا وان شاء الله يمشي للزولة اللي محتاج اكتر مني وانا اذا لقي الطقم كده مسلا بسعر مناسب اجيبه مع الموجود في البيت خلاص انتهى الموضوع زي ما انتم شايفين رتبت التلاجة الحمد لله نضافت التلاجة يعني بالجد بغير كثير في المطبخ رتبت الخضار رتبت الحاجات كل مرة اخد هنا لا 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 ما جاي كده لا انظم ونزلته المهمة جماعة الفيديو ده فيديو تحفيزي اذا انت دولاء تلاجتك مكركبت وقوم ترتبيه وتخصص في خلال الاسبوع يومي للتلاجة يوم للدولاب الاطفال ويوم لدولاب الملايات وان شاء الله امورك هتكون طيبة وهنا زي ما انتم شايفين ما مصورت لكم كل العدة طلعتها يعني طلعت كده كمية كده الحمد لله مليات السباتة طلعتهم بس قلت محمد يرجع بخليه يجيب لي كاراتين والمهم في الكاراتين ويومشوا لزاحب النصيبين ان شاء الله باذن الله هنا حسيت ان الملاحظين طبعا قررت انه ادخل الطاولة في المدخل اجيبه المطبخ لكن الموضوع ما ضبط شديد قمت عملت شنوع دلال سلت الصفرة وديته هناك في غرفة الطعام للاطفال يقعد يعني خلاص ياكلوا فيهم انا بحب دايما هم يقعدوا في الارض لكن ما عارف قلت اعودهم اذا الموضوع ضبط معاهم اشتري طدم صفرة في الصالة انا شفتوا بردت قعد ارملي بعيد زي ما بيقولوا قعدت هنا وفي واطا طلب يا مزاج زي ما انتو شوتوا لكتبت الدور الداك لانه بيكون فيه القزائز المرات بدخلوا الفرن ومرات باخد فيه حلويات قلت اشوف الموجود عندي لازم تعملوا الحركة دي تشوفوا الموجود عندكم قبل ما تبدي تشتري عافش رمضان او يعني تبدي تجتمشي السوق دل انا عملته شفت القزائز عندي كم هل اذا مشيت السوق مسلا عجبني انا عندي في البيت وما حاخد يعني كده عشان كده حاولت قبل ما تنزل السوق التفتيش مهم انك تفتيش دولاب الملا انا هاس كده عارفة روحي عندي ملايات شنو وما عند شنو الاطفال محتاجين الاطفال ما محتاجين انا صراحة قلت نهائي 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 تشتري لهم قريب ملابس كفاية الموجود خففت الدولاب والملايات برضو عرفت روحي عندي شنو وما عندي شنو المساند خلاص حتى عندي شنط كمية شنط كانت مليانة ستاير جزو اصلا لنناسية وجزو مليان اقمشة وما كان بترسل لي من السودان طلعت جزو من الاقمشة قلت خلاص امشا وديهم بتاع اللي بتاع شنو المساند يفصل لي اكياس مساند بس كده يعني الكيت الوحي عندي حاجات كتير وأصلا مديكناه في شنو مطولة منهم طلعت كيس مليان ستاير وقلت خلاص كفاية استخدمتهم برضو يمشوا لي صاحب النصب ان شاء الله باذن الله او انتو كمان اعملوا الحاجة دي حتلقي روحك ارتحت كتير حتلقي انو بيتك بيقي خفيف انو الدنيا بيقت خفيفة سبحان الله يعني وربنا يعظم اجرنا واجرنا واجركم يعني انا بس الفيديو للتسكير زي ما قلت لكم قبل ما تفكر تشتري عدة رتب المطبخ طلعي كل شوفي كل الادراج فيه شنو ما فيه شنو وغير كده انا الملايات طلعي انا الملايات طلعت قبل فترة صراحة ما كنت عندي كده ملايات يعني مفروض يطلع بعد ما رتبت الدنيا لقيت انو الحيط برضو مش واسخان هو ما واسخان بس دار شوية تلميع جدا باخد شوية منظف معاه معطر عشان الريحة تكون حلوة بس اعترت نظفتهم كده حسيت لقينه داير موية كشحت فيهم موية وانو ارهاف شفطنا الارض نظيف نظفناه ورتبنا الدنيا وراتبنا الدنيا وانو والمطبخ بقى خفيفة الحمد لله وزي ما قلت لكم خصصي خلال الأسبوع هذا لازم تنجيزي يا تنجيزي دوالب الملابس وما تقول يمكن يلبسوا الحاجة دي مرات الوحدة تطلع الحاجة تلقوا لا لا يمكن يلبسوا وتلقي روحي كل نصلا ما قاعد يلبسوا وحيو عمل لك زحمة ساي وحيو عمل لك ضيق وقرور شاي طلعيه توكل على الله طلعي الحاجات بس والله ده الفيديو ان شاء الله يبقى لكم فيديو تحفيز يا بنات ان شاء الله اليام الجاي لحد ما اجيكم بفيديوهات جديدة وافكر عمل ليكم شنو واغير ليكم شوية من الروتينات لكن صراحة طولنا من الروتينات نضافة البيت وترتيب البيت ان شاء الله ان شاء الله ربا يسهل الايام ويسهل ايامكم ويديكم العافية وقبل ما تكتبوا اي كومنت شكرا لكم كتير على كل الكومنتات على كل الكومنتات الحلوة اللي بتكتبوها ربا يسعدكم واذا عجبك الفيديو برضو ممكن تعملي لايك لان الفيديو اللايك بيخلي الفيديو يمشي للبنات اكتر حتى المشتركين يعني بيظهر لهم في المقترحات ان شاء الله باذن الله حتى ما اشوفكم في الفيديو الجاي مع السلامة